مع ارتفاع درجة الحرارة التي قاربت الأربعين بولاية البوليدة وجد أبناء العائلات ذات الدخل المحدود النافورات والوديان ملاذاً لتلطيف حرارة الشمس اللافحة فتجدهم يرتامون في أحضان تلك المياه الملوثة غير مبالين بالأخطار والأمراض عسى تلك الأجساد الصغيرة تأخذ نصيبها من الرطوبة بزاف وعراق قادر يغرق قادر يخبط رأسهم على الفوارة نطلبهم السليطات وفتحنا ليبيسين كان زوج بارك، نطلب franchise كان اللي يعموا في الويدان في القلتة كان اللي عموا في السودود الذرالي اللي يعموا في الويدان وفي القلتة وفي الفوارات هاته الظاهرة صارية غير في ودد الزوالة صارية غير في ودد الزوالة ما يقدرش معندوش بايضة للبحار ما عندوش بايضة للبيسين في غمرة الحرارة المفرطة تتحول النفورات المنتشرة عبر إقليم ولاية البوليدة إلى مسابح للإحتفال ضد الحرمان والتهميش فتنتشر الإبتسامة على الوجوه وتعمل فرحة بين أبناء الضعفاء وكأن بهم يريدون تأكيد ما قولت الفقر والسعادة وبعثوا رسالة للذين لا يبذلون أي مجهود لإسعادهم وتحقيق حلمهم بالسباحة والاستمتاع بمسبح يؤمن سلامتهم ينطلبهم السلطة شاء الله بربيد يخزروا فيهم ما ذو سواء ولو الناس ما عندوش ما لحقش بيدي ولدوا البحر الله غالب ما عندوش ما يلحقش ما عندو طلوبين ما عندو شاريتهم ما تكفي بيدي ولدوا البحر أقدام النار لا غالب عليك ولدي فانيك لازم يوحي ولدهم ما تعمش في الفوارة علىه ما تعمش في قلتها وش فيها ما تعمش في الباراجة وش فيها الظاهرة تزداد خطرة في غياب اهتمام السلطات المعنية أمام انتشار البرك والأحواض المخصصة للري الفلاحية أو التي تنتج عن بقايا وراشات إنجاز المشاريع التنموية ونتيجة لذلك ينتاب سكان التجمعات الريفية والحضرية على حد سواء هاجسوا هلاك أبنائهم غرقا ترجمة نانسي قنقر